صحة وسعادة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين صباح النور والإشراق صباح التفاؤل صباح الإنجاز صباح مليء إن شاء الله بالخير عليكم مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء مثل ما تعرفون هذا البرنامج هو عبارة عن نافذة مفتوحة تطلقها لكم الهيئة يعني تكون وسيلة تواصل وسيلة التواصل ما بين آراء المستمعين ما بين طموحات المستمعين وأيضا ما بين يعني طموحات الهيئة التي تسعى لتحقيقها والتي لن تصل إليها إلا من خلالكم فالمساحة مفتوحة لكم جميع المستمعين اللي حاب يتواصل معانا على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 أطيب التحيات مني محدثكم حمود يوسف العلي ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل ومن التنسيق لخد سارة يوسف ومن الإعداد فريق قسم الإعلام بإدارة التسويق والإتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي مثل ما عودناكم دائما مستمعين نبدأ معاكم البرنامج بالفقرة الإخبارية التي تطالعنا بها وكالات الأنباء المحلية والعالمية نبدأها يعني بخبر عن التدخين يقول التوقف المفاجأ عن التدخين أفضل السبل للإقلاع عنه حيث أفادت نتائج دراسة بأن من يقلعون عن التدخين فجأة ربما ينجحون في مساعيهم بصورة أفضل على المدى الطويل عن من يتخلصون من هذه العادة تدريجيا وقال نيكولا لينتسن هولي الباحث بجامعة أكسفورد البريطانية قال بالنسبة إلى الكثيرين فإن الطريقة الواضحة المتبعة للإقلاع عن التدخين هي خفضه بالتدريج حتى التوقف عنه وأشار إلى أنه من الأفضل إزداء النصح للناس بالتوقف عنه فورا ووجدت دراستنا أدلة تؤكد ذلك ما توصلنا إليه هو أن الكثيرين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين مرة واحدة وإلى الأبد بدلا من التوقف عنه بالتدريج تضمنت الدراسة اختيار سبعمائة مدخن عشوائي من البالغين على أن تتوقف مجموعة منهم فجأة ويقلع الباقون عن التدخين تدريجيا خلال فترة الدراسة كانت نسبة الإقلاع عن التدخين بين من توقفوا عنه فجأة 49% و40% لدى من توقفوا عنه تدريجيا يعني الفرق مبوايد كبير لكن الدراسة تقول إنه من الأفضل إنه نحن ناخذ هذا القرار ونقلع عن التدخين بشكل مباشر وخلاص يعني الواحد ياخذ القرار وما يرجع فيه ما أدري هل هي الأفضل إنه الواحد يوقف مرة ولا يوقف بالتدريج أعتقد هي مسألة نسبية ترجع إلى الشخص نفسه وأيضا إلى العلاج هنا أبغي أتكلم أيضا هناك مراكز أو عيادات خاصة في هيئة الصحة للإقلاع عن التدخين هذه العيادات تقدم خدماتها بالمجان يا جماعة الخير اللي يبغي ياخذ هذا القرار هناك مختصون ممكن يساعدونكم على اختيار هذا القرار وبيساعدونكم كذلك على يعني الإقلاع عن التدخين لكن المسألة في البداية وفي النهاية ترجع إلى الشخص نفسه دراسة طبية حديثة تكشف عن تساوي السعادة والحزن في وجع القلب كيف؟ خلونا نشوف شو تقول هاي الدراسة تقول الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية وأربعة دول أوروبية هي إنجلترا، هولندا، فرنسا وفنلندا على 1750 مريض تم علاجهم بالعناية المركزة من أزمات قلبية أن الإنفعالات العاطفية الشديدة يعني أثرت سلبا هذه الإنفعالات سواء كانت سلبية أو إيجابية يمكن ركزها يمكن أن تحدث موتا مفاجئا لا سمح الله أو تتسبب في حدوث أزمات قلبية للإنسان كشفت هذه نتائج هذه الدراسة التي قامت بها جامعة الزيورخ السويسرية بجمعها وتحليلها عن الأثر السيء الذي تحدثه كيمياء الإنفعالات التي عند تعرض الإنسان لها من التوترات والهموم أو السعادة المفرطة على حد سواء نتيجة إخضاعها لأجهزة الجسم المختلفة لعمليات وتفاعلات بيولوجية معقدة يتم خلالها أفراز هرمونات الأدرينالين والكورتزون الذين لهما تأثيرات عديدة على القلب والدورة الدموية وأوضحت الدراسة أن كيمياء الإنفعالات تتسبب أيضا في حدوث اختلال في توازنات كيمياء المخ مما يفسر إصابة البعض بأزمات قلبية أو فقدان حياتهم عند مشاهدة أحداث مثيرة للإنفعالات مثل مباريات الكرة أو سماع أخبار سعيدة أو حزينة وأيضا يعني الصحف طالعتنا كثيرا بأخبار في هذا الصدد أن خاصة في كاس العالم نسمع أن المشجع اللي يشجع المنتخب الفلاني ما أدري شو يا أزمة قلبية ولا حد توفى لخسارة منتخب الهدى أو شو ما كانت نرجع أيضا للقاعدة الإسلامية في الموضوع أن دائما الأمور تعالج بالوسطية الوسطية في الفرح الوسطية في الحزن وانتمنى إن شاء الله يعني عادة ما نبغي حد يكون زعلان أو أنه يحزن لنا هناك أيضا الحياة تمضي بالتفاول تمضي بالسعادة اليوم نحن عندنا وزارة سعادة هذه الوزارة تسعى بشكل أو بآخر لغرس هذه المفاهيم عند المجتمع السعادة اليوم لها مقاومات ممكن ندرسها ممكن أنقيسها وممكن نصل لهذه السعادة اللي نحن نبغيها لكن هي في الأساس مثل موضوع التدخين هي ترجع إلى ذات الفرد نفسه ترجع إلى الشخص نفسه هو يقرر أنه يكون سعيد ولي يكون حزين ونتمنى أن أيامكم كلها تكون سعادة عموما نشوف لنا يعني واحد من المواضيع اللي ممكن نختارها في البيان الصحي اللي يصدر نتيجة تعاون ما بين هيئة الصحة في دبي وصحيفة البيان ويعني اللي يبغي يطلع على التفاصيل وما لحق على عدد يوم الأحد الماضي ممكن أن يزور الموقع موقع البيان بيحصل فيه لينك خاص للبيان الصحي في كل المواضيع عموما تعرفوا أنا أحب دائما أعطيكم ما بين فترة وفترة يعني واحد من الأخبار الغذائية يقول البصل ينظف ويجدد خلايا الدماغ أثبت العلماء أن تناول البصل بانتظام يؤدي إلى تطور الملكة الفكرية لدى الإنسان وهو ينظف خلايا الدماغ ويجددها ما يؤدي إلى تحسن الذاكرة وإلى تغييرات عاطفية إيجابية وعرفت فوائد البصل منذ القدم حيث يدخل في تركيبه في تركيبته مختلف الفيتامينات والمعادن المفيدة لذلك فهو من الخضار الأساسية في غذاء الإنسان ودرس الخبراء الفرنسيون واليابانيون بالتفصيل خواص البصل واكتشفوا أنه إضافة إلى أنه يقاوم الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض فهو يجدد خلايا الدماغ ويقاوم سرطان الثدي وتدخل في تركيب البصل مركبات كبريتية تجدد عند وصولها إلى الدم أو تتجدد عند وصولها إلى الدم شكراً يا عزيز عزيز ياكل بصل اليوم؟ ما ياكل؟ كل بصل زين ترى عموماً تدخل في تركيب البصل مركبات كبريتية تجدد عند وصولها إلى الدم نشاط الدماغ من خلال تأثيرها على مناطق معينة فيه وهذا التأثير يؤدي إلى تحسين الذاكرة وظهور مزاج إيجابي لدى الإنسان أتوقع هذا المزاج الإيجابي عند الشخص اللي يأكل بس ما أدري اللي بيشوفه بيكون مزاجه إيجابي ولا لا؟ من الريحة يعني محمد الصفار موجود معنا في الستوديو يا سيد شيرلي ما أدري شو تاكل بصل؟ زين البصل عموماً مستمعين نحن بعد الفاصل في عندنا موضوع جميل ما نطرحه هذا الموضوع ما نتكلم فيه عن امتحان التمريض المتخصص لممرضي وممرضات الهيئة بيكون معنا في الستوديو الدكتورة جميلة محمد الشيخ مدير إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة في دبي والدكتورة سهلة قائد مسؤول برنامج مسار برنامج دبي التدريبي لتخصصات الطبية ما نتعرف على هذا المسار من بعد ما نوقف مع فاصل قصير وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الفريدة من نوعها إذاعة نور دبي قبل الفاصل وعدناكم أننا نحن نتكلم عن موضوع مهم حيث عقدت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع رابطة الممرضات الكندية يوم الجمعة الماضي امتحان التمريض المتخصص لممرضي وممرضات الهيئة في مجالي الطوارئ وأمراض الكلا كأول مرة يتم فيها عقد هذا الاجتماع خارج أمريكا الشمالية كما فتحت هيئة الصحة بدبي باب التسجيل في برنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية مسار لعام 2016 ضمن جهودها لإتاحة فرص التعليم والتطوير للأطباء طبعا للحديث عن هذا الموضوع يسر أن يكون معنا في الستوديو الدكتور جميل محمد الشيخ مدير إدارة التعليم الطبي بهذه الصحة بدبي والدكتور سهيلا قائد مسؤول برنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية مسار سامحيني دكتور سهيلا بابتدي مع الدكتورة جميلة الدكتورة يعني أهمية عقد مثل هذه الامتحانات التخصصية في التمريض طبعا هذا بعد صباح الخير صباح الخير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخي محمود وتحياتي لجميع المستمعين أولا أحب أشكر معالي حميد القطامي على دعمه المستمر لبرامج التطوير المهني ومساندته لإنجاح هذا الحدث المهم في هيئة الصحة أهمية تكم من أول شيء في تعزيز ثقافة التعليم والتعليم المستمر في هيئة الصحة والذي تتميز به هيئة الصحة في الدولة ثانيا اعتراف بكفاءة ومكانة الممرض أو الممرضة في هيئة الصحة حيث يعتبر قطاع التمريض عمود أساسي من أعمدة النظام الصحي في كل مكان طبعا ويعتبر التخصصات متاحة في العالم المتحضر للقطاع التمريض فليس من الممكن أن تكون دبي متخلصة فعن هذا الركب حيث دبي دائما تستحق الأول وتستحق الأفضل والأجمل سيعزز هذه ستعزز هذه الشهادة ثقة قطاع التمريض الممرض والممرضة في نفسه ستحقق السعادة لهم والتطور الأكاديمي والتقدم نحو السلم الوظيفي بسعادة وثقة هذا سيناكس إيجابيا كذلك على المريض حيث ستلقى خدمة مميزة وعالمية وسيعكس الخدمة الراقية التي تعتمد على الجودة والكفاءة والسلامة في هيئة الصحة طيب دكتورة بس سمحولي أني بقرأ بعض الرسائل وبأخذ مداخلة هاتفية يتعلى الأخبار اللي بدأنا فيها البرنامج يقول أبو عبدالله نعم أخي الكريم الأفضل ترك التدخي مرة واحدة وإلى الأبد لكن كان الأفضل لو أقفلنا مقاهي الشيشة مرة واحدة إلى الأبد كان الأفضل لو أننا أوقفنا استيراد سموم السجار مرة واحدة إلى الأبد هل تعرف يا أخي الكريم أن الدار اقتصادي من أسباب يعني هذه الميزانية هيئة الصحة لا نحن ما نقول بهذا الكلام هي ممارسات موجودة نتمنى إصدار مثل هذه القوانين لأن بالفعل هي ترجع إلى الشخص نفسه هو قرار شخصي يا جماعة الخير لأن أنت ذكرت أن هيئة الصحة تصل في مئات الملايين لمعالجة ضحايا التدخين تناقض جميل هو مش تناقض جميل هو تناقض سيء لأن في الأساس هو قرار شخصي خلونا نأخذ المكالمة ونرجع على موضوع الحلقة ألو 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 سلام عليكم سلام بس وطيري على صوت الإذاعة عندك على أساس أسمعك بوضوح وعرفني فيك وخبرني شو مداخلتك بعدني أسمع صادة صوتك يعني عشان الأخوان ما يقطعون المكالمة وطيري على صوت المذيع على الله يخليك بروا عليكم يا هلا حلو اتفضل بس اطفي المذيع اطفي المذيع على الله يخليك حلو بعدني أسمع لهذا إذا تتصلون فيه مرة ثانية تحت الهوى خلوه بس يوط صوت لأن أنا مم بقدر أسمعه بشكل واضح طيب دكتورة جميل جدا هذا التوجه من قبلكم دكتورة جميلة لكن بالنسبة لعدد المشاركين في هذه الفعالية اللي صارت يا ترى كم ممرض من ممرضي الهيئة أو إذا كانت الدعوة عامة يعني كم عدد المشاركين في هذه الفعالية تم اختيار تخصصين كبداية كتجربة لهذا العمل اختيار تخصص مهم اللي هو الطب الطوارئ وطب أمراض الكلا والغسيل الكلوي تم ترشيح تقريبا 250 ممرضة وممرضة من هيئة الصحة هذه ستكون طبعا نواة بعد نجاح تجربة الأولى سنتوسع في تخصصات أخرى إن شاء الله ثم إلى القطاع الخاص جميل من التخصصات اللي يشملها البرنامج كان في مجال الطوارئ وأمراض الكلا أيضا أنا طرحت موضوع مسار كذلك في المقدمة نتعرف على هذا البرنامج بشكل تفصيل مع الدكتورة سيلة لكن بعدني شوية سامحيني دكتورة بكون مع الدكتورة جميلة لأن في أكثر من شغلة بغيسل عنها دكتورة ألية التقدم للمتحان هل كان في شروط ومعايير معينة للمتقدمين؟ أكيد كان يعني ألزامي أن يكون في مكان عمله مستمر لمدة أكثر لا تقل عن سنتين ويكون حامل مهنة أو رخصة مهنية سارية المفعول من التنظيم الصحي ويكون مرشح من قبل دائرته أو مستشفى جميلها شو الاستعدادات اللي سبق تعقد هذا الامتحان؟ كانت استعدادات كبيرة وشي طبعا اختيار الشريك كان صعب أنه عمل دراسة مستفيضة وطبعا دقيقة من الذي يعني ممكن هيئة الصحة تشارك معها بعدين تم اختيار رابطة الكندية التي قبلت بشروط التنظيم الصحي وأعجبت بالمستوى العالي للخدمات المقدمة في الهيئة جميل ناخذ المكالمة تسمحي لنا دكتورة ألو السلام عليكم وعليكم السلام يا سلام صوتك الحين أفضل تفضل أيوة بخيرت أعراضي في ثمث بالأول سؤال عن البصل هي كان خبر عن البصل هل يعني هو البصل نوعي في الأبيض وفي الأحمر كذلك في الأخضر هاي الأفضل يعني هل يعمل الورقة الأخضر مع الزناتة أو يعني بصل الأبيض الروس هذا والله يا سيدي سوى مثل ما أنت تبغي شو اللون اللي أنت تحبه صدقني فيه فايدة أيوة شونه السرين دنيا البصل يعني موجود معاها بأمارات كثير مم فهو أصبح نجال كثير من فوالو فأنا نمعرف فالأخضر والورقة هاي يعملولي الزلاطة مكسانية أهلا ما تعرفت عليك شو اسمك أو بصل الأعمارة شو اسمك انت؟ أه؟ ما تعرفت عليك شو اسمك؟ اسمه أبو عبدالله أبو عبدالله أياك الله أبو عبدالله البصل مفيد مثل ما ذكرنا في الخبر أيوة وعليك بالبصل بس الله يخليك وأنت رايح تصلي لا تأكل ازاي؟ كلم البصل فهو قال ما نقول كلم البصل لما يحفل أي يأطيك العافية يأطيك العافية ونتمننا لك تفضل أبو عبدالله يعني هو المعنى اللي بتوفيك ترويد لكل البصل فهو البصاصلة مفادة كبيرة بسم الله عبدالله الحمد لله مشكور يا أبو عبدالله المداخلة مشكور طيب نرجع حق امتحان الممرضة الممرضين عفوا بس ما دل أنتو حريم أنتو تعرفون في البصلة أكثر شو الأفضل؟ أيلو أبري دكتورة قولي أقول لك كلهم نفس الشي يعتبرون نفس القيمة الغدائية هو يسأل في الصلطة أحسن نوع أيضا الأفيض أموة دكتورة نرجع لمحور حديثنا تكلمنا عن أن هناك عدد من المشاركين وآلية تقديم الامتحان والشروط اللي تحدثنا عن تقديم هذا الامتحان لكن يا ترى متى سوف يتم الإعلان عن نتائج هذا الامتحان؟ في خلال شهر في خلال شهر وهذه هي الممارسة المعتادة في هذا الموضوع طبعا أول مرة تحدث في الدولة كلها وفي المنطقة الممارسات اللي كانت خارج الدولة هي خلال شهر ممكن كانوا يطلعون فيها ولا أنتو تحتاجون كل هذه الفترة على أساس أن أحس شهر واحد امتحان راح في كندا أي الرابطة ليه ما يرجع مرة ثانية هم بيبون النتاج ممتاز ممتاز طيب الآن بنتوجه كذلك إلى موضوع خاص عن قبل أيام فتحتم باب التسجيل في برنامج تدريبي للتخصصات الطبية مسار أنا بغي أخذ فكرة عامة عن البرنامج ومنوهم المستفيدين ماذا لنت بتعطينا يا دكتورة؟ البرنامج يعني برنامج تكاملي لتأهيل الأطباء من بعد تخرج من كلية الطب والامتياز لتأهيلهم للتخصص ويعني حصول على درجة استشاري وتشمل الأطباء هي أهلة الأطباء فقط جميل دكتورة سيلا قائد أنت مسؤول برنامج مسار هذا البرنامج التدريب المتخصص أنا مغي أسأل شو التخصصات اللي يشملها هذا البرنامج؟ صباح السعادة أول شي محمود مدام تكلمنا عن السعادة التخصص عبارة التخصص اللي احنا عنا حين في البرنامج عبارة عن 14 تخصص خذينا فيها أهم التخصصات الموجودة في المجال الطبي أهمها طبعا الأربعة اللي هي الطب الباطني الجراحة العامة طب الأطفال إلى جانب النساء والولادة إلى جانب عشر تخصصات أخرى تشملها بينها أيضا تخصص الأسنان أيضا جميل أنا بتكلم عن الهدف من البرنامج واليات التقدم لهذا البرنامج بعد ما أوقف مع فاصل قصير مستمعينا ومن استكمل الحديث عن هذا البرنامج فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للألام وعبر إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا نتحدث عن برنامج مسار هذا البرنامج اللي فتح باب التسجيل فيه يعد برنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية وخبرتنا عنها الدكتورة سهيلة قايد مسؤولة البرنامج أن البرنامج فيه 14 تخصص من ضمنها التخصصات الرئيسية اللي هي الباطنية والجراحة العامة والنساء والولادة وأيضا ذكرتي تخصصات الأسنان كذلك بس دكتورة إذا ما نتكلم عن الهدف من هذا البرنامج شو هو الهدف الرئيسي من برنامج مسار محمود الهدف الرئيسي من البرنامج هو أنك تعد أطباء كفاء في تخصصات معينة فكرة الطبيب العام كانت فكرة قديمة انتهت مع بداية القرن الماضي وابتدت الفكرة الأساسية في العالم كله أن الطبيب يجب أن يتخصص فيه مادة معينة ويتقنها فنحن في هيئة صحة دبي نبغي أطباء أن يطلعون بكفاءة عالية إلى جانب أن يكون عندهم شهادة معتمدة دوليا عساس إذا بغوا يطورون من نفسهم أيضا أكثر في المستقبل يكون بمقدورهم هالشي طيب آلية التقدم لهذا البرنامج البرنامج طبعا يبدأ الأساس معاه من تقريبا شهر 12 لما الشخص اللي يكون مهتم بالبرنامج وتقديم له يقدم امتحان كتابي في جامعة الإمارات وهو امتحان واعتمد من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدها يقدم أوراقه في شهر ثلاثة نحن كل سنة نفتح باب التلجيل ويكون التقديم عبارة عن أن يعطينا شهادة أن نقدم الامتحان الكتابي ونجح فيه وياب درجات عالية إلى جانب طبعا أن نحتاج منه يكون عنده الهوية أو الإقامة في الدولة إذا كان من غير دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا يكون عنده شهادة اللغة الإنجليزية هي الإيلتس أو التوفل طيب بالنسبة إلى التقديم هل هو مقتصر فقط على أطباء الهيئة ولا المجال مفتوح أيضا للأطباء من خارج الهيئة للتقدم للبرنامج البرنامج هو عبارة عن تقديم الأطباء انتهوا من اللي يسميح أن سنة الانتياز فهم أصلا ما يكونون حتى أطباء في الهيئة هم أطباء مقيمين عندنا في الدولة من جميع الجنسيات حتى مؤخرا صار عندنا ناس ستين من بريطانيا من أستراليا من كندا فالحمد لله شكله أن البرنامج خد سمعة عالمية أن الناس صارت تطلب أن تتدرب عندنا فيه والله جميل يعني أي شخص من خارج الدولة حتى ممكن أن يتقدم لهذا البرنامج يا ترى كيف ممكن يتم الاختيار للتحاق بهذا البرنامج أتوقع طلبات كثيرة تيكم دكتورة والله في العادة فوق الأربعمائة تينا كل سنة ونحن نحتاج عدد معين من الأطباء حسب احتياج كل إدارة طبية فالاختيار وايد يكون دقيق ما نتهاون صراحة فيه أول شي نشوف فيه درجات الامتحانات الكتابية لأن الامتحان الكتابي يقول لي كم هذا الدكتور يعرف معلومات في الطب فهذا علميا أنا أشوف كم هو متقدم علميا بعدين الاختيار الثاني يكون عن طريق المقابلات ومقابلاتنا تختلف عن جميع الدول المنطقة لأنه يسمى ملتبل مني ملتبل انتروفيو اللي هو المقابلات المتعددة المصغرة من خلالها نختار فيها أفضل الأطباء في هذا الموضوع طيب هنا أنا بس سؤال تقني دكتورة هل الأولوية دائما للأطباء المتواجدين في الدولة أو للأطباء الجامعات اللي موجودة في الدولة أم أن هناك نسبة من هذا اللي تأخذونهم ممكن تحددون مقاعد معينة للطلبات القادمة من خارج الدولة الأولوية لمواطنين دولة الإمارات من أي جامعة يكون مدامنا مواطن فهو لها الأولوية في القبول من أي جامعة من أي مكان في العالم في أي مكان مدامنا هو إماراتي يبقى لها الأولوية وهذا طبعا مع سياسة الدولة الدولة دائما تدعو إلى التوطين واحنا نمشي مع هذه السياسة بعدها الأولويات التيم مثل ما قلت للأفضل فأنا أبغي الأفضل علشان أنا أقدم أفضل خدمة عندي في الهيئة كيف أختار الأفضل من بين هذا العدد الكبير؟ أول شي قلت لك درجة الامتحان هذا علمياً يبقى أنا أعرفت مدى إدراك العلمي لمهنة الطب بعدين أني عند المقابلات المصغرة إذا حاب أتكلم عنها وممكن أقول لك فكرة عنها بالفضل هي يريد والله أنا أبغي أعرف أول شي متى يتم تطبيق هذا النوع من المقابلات اللي تكلمت عنها وأيضاً أبغي أعرف يعني تفاصيل هذه المقابلة كيف الواحد ممكن يدخل هذه المقابلة هل انترفيو مثل الوظائف اللي نقدم عليها ولا موضوع مختلف تماماً مختلف تماماً هو مختلف تماماً عن المقابلات الروتينية شو المحاور اللي تعتمدون عليه فيه محاور شخصية علمية محاور المقابلات هذه احنا اخذناها من ماكماستر يونيفورسيتي جامعة ماكماستر في كندا اعتمدت في كندا أول شي والحين عالمياً صار وايد ناس يستخدمونها المقابلات هذه تعتمد أن الطبيب يمر على الأقل ثمانية إلى عشرة أطباء كل طبيب يقوم بتقييم هذا الطبيب بشكل منفرد وبعدها نجمع كل الدرجات اللي يابها ونشوف النسبة النهائية المقابلات تعتمد على أن يكون تقييمة على شخصيتها على مدى إدراكة للأخلاقيات مهنة الطب وانت تعرف أخلاقيات مهنة الطب فريدة من نوعها إلى جانب كيفية تعاملها مع التعاون مع زملاء سياسات الدولة هو راح يشتغل عندي في الدولة أنا بعرف هل هو عارف السياسات التي تتبعها الدولة في الصحة ولا لا سياسات مختلفة عند دول الغرب وخاصة مثل ما احنا قلنا أيونا من جامعات مختلفة يعني أيضا يبيننا مدى قدرته على تحمل الضغوط النفسية أنا ما بقي طبيب بعد سنة ينهار نفسيا فلقينا أنه احنا قد طبقنا هذا من 2012 لقينا من عام 2012 إلى الآن نسبة النجاح أعلى من بين أطبائنا لقينا الناس اللي تتم في البرنامج وتكمل معانا عائلة عالية جدا يعني استقالات عندنا ووايد قلت فهذا دليل أن احنا نختار الأفضل للبرنامج طيب الآن يعني هذه المميزات اللي ذكرتيها يا ترى أبغي أتكلم الحين شو الإضافة ألتحق لهذا البرنامج ممكن يحصلها يعني بالنسبة لي أنا هل الأفضل أني أنا ألتحق بهذا البرنامج إذا كنت طبيب مقيم أوكي البرنامج رح يحدد مستقبلك المهني أنت ما رح تشتغل الطبيب أنت تعرف شغله يستمر إلى آخر عمره فالبرنامج يعطيك البورد البورد اللي هي شهادة معتمدة دوليا احنا عندنا البورد العربي في أغلب التخصصات أضفنا في تقريبا من ثالث سنوات البورد السعودي وهو بورد معتمد في كندا فعندنا خرجينا من بعدها ممكن يروحوا للتخصصات الدقيقة في كندا أضف إلى هذا وبكل فخر عندنا تخصص الكسور والعظام اللي هي من مستشفى برلين بألمانيا المتقدم للبرنامج آخر سنة يروح فيها ألمانيا لمدة عام كامل يتم تقييمه في ألمانيا يقدم امتحان البورد الألماني وبعدها يكون مؤهل أن يشتغل في هذا التخصص التخصص ليش مفيد؟ ليش لازم نسوي التخصصات وبرامج الإقامة؟ لأنه راح يوصلك إلى أنك تكون استشاري لكن إذا أنت ما رحت في برنامج تدريبي فأنت طول عمرك راح تبقى في محل أكثر طيب دكتورة هنا أبغي تكلم عن بعض التخصصات اللي ممكن تكون نادرة أنتوا حددتوا في هذا البرنامج 14 تخصص نعم هي شاملة لكل التخصصات اللي نحن نحتاجها في عملية تقديم الخدمة الصحية لكن إذا ما نتكلم عن إذا كان هناك حاجة لتخصص معين تخصص نادر وارتقينا أن هناك بعض المتقدمين بهذا البرنامج من الممكن أن نحن ناخذهم في تخصص معين بهذا الشكل هل هذا البرنامج ممكن يحقق لنا هذا الموضوع أم أن هناك برامج أخرى تحقق هذا الهدف تفضل دكتورة جميلة ممكن طبعا حسب حاجة الحق للطبي شو يبغون مثلا خلنا أخذ مثال ما عنا مثلا أطباء مواطنين في قسم العيون ونحن نبغي برنامج في قسم العيون هذا اللي تالبس نحن عندنا يعني هذا إترا السنة سوينا لأنه كان في حاجة ففتتحنا السنة الحمد لله جميل فنشوف أمكانية هذا القسم في تقديم هذا التدريب من ناحية توفير المدربين من استشاريين وخصائيين وتوفير بيئة التدريب ونوفر هذا التخصص طبعا بالتعاون مع البورد العربي أو البورد السعودي أو البورد يعني البوردات اللي تتوفر لنا وتعترف بمستشفياتنا كمستشفة تعليمين جميل دكتورة أنا بتكلم هنا حتى عن بعض المميزات اللي ممكن تهم شوية الطلب اللي يدخلون في هذا المجال المميزات المادية اللي يلتحقون بهذا البرنامج هل هناك يعني في بعض المميزات المادية ولا هي مجرد برنامج تدريبي بالإضافة إلى عمله في هيئة الصحة في هذا المجال بالنسبة حق المواطنين يلتحقون عندنا في الدرجة 12 هاي تعتبر درجة عالية يعني وفي أول سنتين مجرد ما يحقق نجاحها في الامتحان الأولي للبورد يتحول إلى الدرجة 13 ومجرد ما يخلص التخصص في أربع إلى خمس سنوات حسب مدة التخصص يتحول إلى الدرجة 14 في اسم مسمى أخصائي هذا بالنسبة للمواطنين للمقيمين أكثر دول العالم بالذات أنا أقصد في العالم الدول المتقدمة تقدم لهم معاشات وإحنا نفسنا نقدم معاشات لكن في دول أخرى مثلا نقول لشوي أقل حظا في العادة تلقى الطبيب المقيم يدفع علشان يأخذ التدريب وحتى أيونا مقيمين يقولون راح ندفع نقولهم لا احنا راح ندربكم وراح ندفع لكم ممتاز وهو البرنامج يعني أنا يبني اسمه مسار وهو يعني اسمه على مسمى لأن أنتوا يعني ترسمون مسار وظيفي واضح للملتحق لهذا البرنامج ويعطيكم ألف عافية أنا جدا مبسوط بهذا البرنامج اللي إن شاء الله بيحقق لنا حتى يعني المخزون البشري اللي نحن نحتاجه في مجالات الصحة بشكل عام والتخصصية بشكل خاص هنا سبحيلي أنا ما أدري في شيء ممكن نضيفه على البرنامج أنا نسيت أقوله دكتورة ولا غطينا كل شيء بس حبيت أقول أن يعني للمواطنين إحنا دائما نشجع المواطنين في عنا تخصصات ممكن ما تكون موجودة في هيئة الصحة مثل ما قالت الدكتورة نحاول نوفرها إذا كان في الوقت الحالي ما نقدر نوفرها إحنا دائما نشجع المواطنين أيضا للخارج فنعطيهم بعثات دراسية يروحون يدرسون التخصصات الغير موجودة عنا في الهيئة جميل دكتورة جميلة يعني أنا برجع شوية على موضوع الممرضين بما نحن تكلمنا عن الأطباء 250 ممرضة يتقدمون لامتحانات الطوارئ والكلة وهذا بالتعاون مع رابطة الممرضات الكندية اللي كان ضمن الامتحان اللي تم عقده عقده للتمريض الآن يعني تعزيز المعرفة مفهوم تعزيز المعرفة هذا يعني مفهوم إدارة التعديم الطبي تاخذها بشكل كبير وبشكل تعطي أهمية من خلال برنامج مسار وهذه الامتحانات اللي تم استقضابه اللي تدخل في مختلف القطاعات اللي الصحية سواء كان على نطاق الأطباء على نطاق التمريض يا ترى شو اللي نحتاجه نحن في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام لتعزيز مثل هذه المفاهيم الخاصة بالمعرفة العلمية للعاملين في مختلف القطاعات وخلينا نتكلم عن قطاع التمريض بداية بما نتحدث في البداية عن هذا الموضوع وننتقل كذلك إلى التعرف بالقطاع الأطباء سؤال جميل بالنسبة لقطاع التمريض كان طبعا قطاع لا يلتفت له يعتبر الممرض يعني كأنه يعمل عمل مثل مثل غيره مساعد عمل مساعد لكن مع تطور الطب وتطور العالمي صار فيه نظرة للعمل قدم هذا الممرض يعني عمل تخصصي دقيق وبسبب توفير مستشفيات هيئة الصحة لتخصصات مختلفة وتقدم خدمة نوعية وفكسار هذه هاي سنوات العمل في هذا التخصص للممرض كأنه سنوات تدريب اعترف فيها من قبل رابطة التمريض الكندية اعترف فيها كسنوات تدريب يتوجها بشهادة علمية بعد حصولها على هاي الشهادة ما بيكون خلاص حطنها ويركن هاي الشهادة في الركن لا بالعكس بيستمر في التطوير والتعليم المستمر ليجدد هاي الشهادة بعد خمس سنوات وهذا طبعا بيعكس ثقافة كبيرة من التعليم وتطور المهني حق قطاع التمريض بعدين راح يحمل الدبوس او الشعار رابطة التمريض الكندية على بدلة هذا يعني بيعطيها الالهام وبيعطيها الثقة بيعطي المرضى كذلك الثقة والوجهة الجميلة بيعطيه نوع من الالتزام تجاه نعم بما يحمله من شعار عالمي يعني اعتمد المكان اللي هو يالس يشتغل فيه واعتمده كممرض متخصص في مجاله يعني مون بس الأطباء اللي هم لهم تخصصات حتى المرضى فسار فيه احساس بالتساوي بينه وبين العمود الآخر القوي اللي في هيئة الصحة والله نتمنى ان يتم حتى يعني برنامج مسار هذا يكون فيه مسار خاص بالتمريض ان شاء الله طبعا مثل ما ذكرت الأخذ تسهيلة نحفز يعني للأمانة هناك يعني حاجة إلى توطين هذه المهنة على الأقل ما بقول توطينها بشكل كبير لكن يا جماعة خير نحن محتاجين كوادر في هذه المهنة محتاجين نغير مفهوم المجتمع تجاه هذه المهنة طبعا هيئة الصحة تعمل على حين خلق بيئة جاذبة لهذه المهنة وان شاء الله يعني بالتعاون مع الإدارات الأخرى سيتحقق المسار ان شاء الله الوظيفي للممرضين يكون لهم وضع أفضل ونظرة أفضل ممكن يكون بيئة جاذبة ان شاء الله وهذا الشيء اللي احنا قدمناه نوع من بعد الجذب المتوفر التخصص وترفع من مستوى هذه الخدمة أو هذا التخصص أو التمريض انت بذلك تجذب الآخرين إلى هذا المكان هذا بالنسبة للجانب الخاص بالممرضين الآن خلينا نتكلم عن الأطباء دكتورة كيف ممكن غير هذا برنامج برنامج مسار شو الأشياء اللي انتوا سويتوا والأشياء اللي انتوا تطمحون أنها تكون موجودة لتعزيز المعرفة العلمية لدى الملتحقين بالسلك الطبي طبعا غير برنامج مسار في تطوير المهني التعليم المستمر يعني اللي هو حق الأطباء نفسهم وهكذلك توفرها الهيئة من خلال إدارة التعليم الطبي ومركز التطوير المهني تقديم وتنظيم الورش والمؤتمرات التي توفرها كذلك الالتحاق الأكلينيكي لتوفير بيئة يعني للأطباء اللي يبغون جددون مثلا معلوماتهم الطبية ففي بيئة يعني مستمرة للتعليم في حيات الصحة لحد علمي دكتورة يعني الأطباء مطلوب منهم ساعات معتمدة سنويا على أساس أنه يتم تجديد الرخصة لهم أو شيء معين بهذا أنا ما أتذكر شو هي المنظومة بس الذكر دائما لازم الاعتماد يعني خدمة الاعتماد بعد كذلك تقدمها إدارة التعليم الطبي لتجديد الرخصة لازم يكون الطبيب آسفة بيت الجو عادي ما مشكلة لازم الطبيب يستمر في يعني في التعلم الطبي أثاس هذا بينعكس على سلامة وأمن الخدمة اللي يقدمها للمريض ولذلك يجدد اللايسنس حقه أو المهنة فننظر إلى المادة العلمية التي يتدرب عليها نشوف جودتها هل بالفعل هي مادة يعني جيدة وترفع من مستواها العلمي وتؤهله للتطور في مجاله جميل محسن رد من البحرين ولا بعد بعد موجوده البحرين محسن زين يوم من آخر عصب رأي لأنه ما نعنى من شرب الشاي في الستوديو عموما عندنا دقيقتين دكتور أنا بأخصص كل دقيقة لكم ككلمة أخيرة تبون توجهونها من خلال هذه الحلقة فنبتدي بمنوم سهيلة تفضل حبيت أولاً أشكركم أنكم سمحتونا بها الفرصة وأنا أكد للكل أن هيئة صحة دبي دائماً تسعى إلى الأفضل وإلى التطوير ودائماً هيئة صحة دبي عن ثقة الجميع أجدد أنا كذلك شكري لكم ويعني دائماً محل فخر وأخ محمود نفتخر بك وإذاك الله خير على توفير هذا الشيء ونفتخر بهيئة الصحة وتوفيرها البيئة الملائمة والمناسبة لجميع موظفيها وتبحث دائماً عن أسعادهم وتطبورهم المهني طبعاً نحن هنا ما نرجع لما بدينا في الحلقة دكتورة موضوع أن القرارات دائماً ما تكون تنبع من داخل الشخص يعني حقيقةً دائماً ما نقول أن أي تغيير أو أي شعور بالسعادة أو بالإيجابية فهي قرارات شخصية في البداية هناك يعني مجتمع دولة اليمارات يدعم ويوفر البيئة لكن في النهاية هي ترجع إلى قرار شخصي من قبل الفرد نفسه أنه يختار يكون سعيد وإيجابي ولا العكس يعني بقرأ بس بعض المسجات اللي يتني أخي الكريمة على صواب عندما قلت أن كل فرد مسؤول عن صحته لكن هناك يعني جهة تنشر وجهة تعالج نحن نحاول من خلال هذا البرنامج بالفعل النواعي يكون بهذا الموضوع وبعد ما نتكلم يا أبو عبد الله عن التدخيل ومن خصص له يعني حلقات كثيرة في هذا الموضوع أيضا أشكر هيئة الصحة في دبي الحبيب على تبنيها مفهوم التعليم التعلم المستمر لأطبائها لزيادة عدد الأطباء الأكفاء لكني أتمنى إدخال تطبيق التوعية والتعليم المستمر لأفراد المجتمع حتى ننتج أفرادا أصحاء وعين للأساليب الصحية الحياتية السعيدة المخرجة تقول لي خلصوا الوقت هذه كانت المناحظة الأخيرة نتمنى لكم التوفيق في ختام هذه الحلقة لأملك لنتوجه بالشكر الجزيل للدكتورة جميلة محمد الشيخ مدير إدارة التعليم الطبي والدكتورة سيلة قاد مسؤول برنامج مسار برنامج دبي التدريب للتخصصات الطبية نتمنى لكم التوفيق وكل الشكر لمخرجنا اليوم وإلى الأخت سارة من التنسيق أيضا كملت معنا البرنامج الأخت ميثة بنبيات وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي